الحوارية السياسية اللي رح نحكي فيها تحديدا عن مشاورات ستانة في العاصمة الكازاخستانية الذي بدأ في التاسعة صباحا بتوقيت دمشق والواحدة بتوقيت كازاخستان طبعا هذا الحوار السوري السوري الذي نتمنى أن يفضي إلى حلا لوقف إطلاق النار تمهيدا إلى حل سياسي مجموعة من التساؤلات حول الواقع السياسي الذي يرسم دوليا وإقليميا نطرحها على الأستاذ قصية بيدو المحلل السياسي صباح الخير أستاذ قصي وعلى هامش وعلى ضوء المباحثات التي بدأت قبل قليل نسأل عن خصوصية هذه المباحثات التي تجري بين وفد الحكومة السورية ومن المعارضة المسلحة أهم شيء في هذه المفاوضات هو الوصول إلى اتفاق ووقف إطلاق النار الخصوصية هو مشاركة عدة أطراف كروسيا وإيران وتركيا أيضا والمستضيف كزاخستان للوصول إلى اتفاق ووقف إطلاق النار ثم الزهاب باتجاه جينيف لإيجاد حل سياسي ولكن هناك من يعيق هذه المفاوضات وبدأت الملامح تظهر منذ أمس أمريكا طبعا أرسلت رسالة إلى المجتمعين أنها لن تحضر ولن تشارك بهذه المفاوضات إلا عبر سفيرها في كزاخستان هذا يعضي مؤشر بأن أمريكا غير راضية عن هذا الاجتماع وفق قراءات سياسية موجودة واضحة أن أمريكا غير راضية السعودية أيضا غير راضية عن هذا الاجتماع ولكن رغم ذلك الحكومة السورية شاركت في هذا الاجتماع أو في هذه المفاوضات للوصول إلى حل سوري سوري وربما نحاول أو تحاول الحكومة السورية مع حلفائها نقل هذه المفاوضات إلى الأرض السورية لتجري وفق رؤية سورية شاملة لحل سياسي شامل يشمل جميع هذه الفصائل المسلحة في سوريا هذا ما نتوقعه في المرحلة القادمة نعم هو يعني اليوم الحوار مبني على توقعات يعني حتى سيد جعفر يوم أمس قال لا نعلم تحديدا سقف هذه التوقعات إذن هناك توقعات كثيرة أو ربما ربط يعني لمعطيات قد تقدم لنا هذه التوقعات ولكن الهدف من هذا اللقاء هو وقف الأعمال القتالية وقبل قليل أيضا صباحا صرح ديمستورا بأنه لتثبيت وقف إطلاق النار وصولا فيما بعد إلى الحل السياسي هو الوقف إطلاق النار تثبيته لأن هناك مجموعات لم تلتزم بوقف إطلاق النار وهناك خروقات أيضا وهناك أيضا اختطاف لمواطنين أبرياء لا يحملون السلاح تم اختطافهم من قبل مجموعات مشاركين في هذه المفاوضات وأيضا تصريح السيد بشار الجعفري لتثبيت وقف إطلاق النار ولكن المجموعات الإرهابية المشاركة هي مجموعات كثيرة ربما تبلغ 17 فصيل هناك قسم حوالي 13 فصيل أيضا غير مشارك وهناك رسائل أيضا عدة فصائل أرسلت بأنها تريد المشاركة لاحقا هذه الفصائل لا تلتزم بوقف إطلاق النار هناك سراعات داخلية بين هذه الفصائل من يمثلها أو من لا يمثلها هناك سراعات ولا يوجد تثبيت لوقف إطلاق النار وهذا ما نعاني منه وجربت الحكومة السورية هدنات كثيرة في حلب وفي حمص وفي ريف دمشق ولم تلتزم هذه المجموعات نريد من يلزم هذه المجموعات بوقف إطلاق النار عبر ديمستورا أو عبر الوسطاء عبر هذه المباحثات هذا ما نأمل الوصول إليه ثم لاحقا ننتقل كما ذكرت إلى الحل السياسي الشامي إن شاء الله يعني هو الخارطة الموضوع حاليا مشاورات أسيتانا وقف إطلاق النار اتفاق على خارطة قادمة على الأرض تمهد إلى حل سياسي لمؤتمر جنيف بعد تقارير الأعلمية تحدثت أنه سيعقد فيه الثامن من شباط الكثير من المحللين قالوا أن هذا التوقيت غير ملزم لكل الأطراف تبعا للمشاورات التي تحدث الآن تفضلت بالحديث عن الموقف الأمريكي ممثلا بسفيرها في كازاخستان كيف يعتبر غير رضا؟ غير رضا قد تكون لا تشارك إنما عندما ترسل ممثلا لها في كازاخستان لحضور هذه المشاورات هو فقط لإيصال ما يحدث إلى دونالد ترامب؟ أمريكا سيصلها ما يحدث دون وجود السفير أكيد ولكن عندما نقول أنها غير راضية من خلال تصريحاتها من خلال مين سيصلها لأمريكا؟ من خلال تركيا من خلال كازاخستان من خلال أطراف يصلها ما يحدث في هذه المباحثات ولكن نحن نقول إذا لاحظنا اللقاءات السابقة حول جنيف أو حول مفاوضات موجودة في تركيا في عدة بلدان وزير خارجية أمريكا السابق كيري كان يحضر هذه الاجتماعات واللقاءات ولكن التصريحات الأمريكية لا يبنى عليها أنها موافقة أو أنها راضية عما يجري ربما هو لأن ما جرى استاذ هو كان بعيدا عن بعيدا عن السقف أو الغطاء الأمريكي هذا ما يحصل أمريكا تحاول الآن تخريب هذه المفاوضات والسعودية أيضا وحتى أوروبا رئيس وفد المعارضة هو محمد علوش يتبع إلى السعودية يعني السعودية هي التي تموله بالسلاح والمال وإلى آخره فمحمد علوش لا أعتقد بأنه جاد أو صادق في هذه المفاوضات تصريحاته الأخيرة يحاول شق الصفوف فرق تسود يعني يحاول أن يوهم الإعلام أو العالم عبر الإعلام بأن هناك رضا من روسيا على وقف إطلاق النار وإيران تعطل هذا العمل وهناك إشاعات الآن تقول أن هناك تضارب بالآراء بين روسيا وإيران أصبحنا نسمع بهذا الكلام في الشارع ضمن محاولات العرقلة ضمن محاولات العرقلة إيران مع وقف إطلاق النار يعني مع تسبيت وقف إطلاق النار مع الحوار السوري السوري وصرحت أكثر من مرة بأنها مع الحل السياسي في سوريا وروسيا أيضا إذن هذا اللعب على التعابير أو الكلمات لخرق وشق الصفوف بين روسيا وإيران وهذه محاولة فاشلية هذا ما يحصل ومن هنا جاء تأكيد أيضا السيد الجعفري بما أنه كان بارحة تصريحه على متن الطائرة فقدم لنا أفكارا أن ننطلق منها الحقيقة لأن حتى المعطيات والتوقعات غير واضحة حتى اليوم بأن هناك طبعا إصرار من الجانب السوري على أن يكون الحوار سوري سوري على الطاولة وليس من خلال أجندات مشغلية هؤلاء الآن المفاوضين كيف نضمن أن يكون فعلا سوري سوري؟ يعني أن اليوم نتحاور مع هذه الفصائل سورية ولكن لا نحاور من خلال المشغلين والدول الداعمة لهم الآن الحوار سيكون مباشر بين الوفد السوري والوفد المعارض دون وساطة سيكون هناك مراقبين للحوار أو لإدارة الحوار يتكلم الوفد السوري ثم يتكلم الوفد المعارض بإدارة رقابية فقط يعني لا يوجد صرح السيد الجعفري لا يوجد أو لا يمكن لأحد أن يفرض شيء على الحكومة السورية أو على الوفد السوري ونحن هناك لنحاور المعارضة السورية ولسنا لنحاور الوفد التركي أو الحكومة التركية هذا الأمر يعطي إيجابية حقيقة يعني كمان هناك إيجابيات وهناك سلبيت لكن الإيجابيات نأمل أن تكون واسعة لنقل الحوار إلى الأرض السورية كما ذكرنا دون وسيط والحوار بالنهاية هم سوريون يعني إذا كان المعارضة أو كان الحكومة السورية نأمل أن يكون الحوار في الداخل السوري وتحت إشراف الأمم المتحدة هذا لا يمنع بدل أن نذهب إلى بلدان أخرى للقيام بهذه الحوارات أو المفاوضات ولكن المشكلة في الوفد المعارض أن كل جزء منه أو كل سلاسة أشخاص ينتمي إلى دولة أو مرتبط في دولة يأخذ التعليمات منها إذن هناك صراع حتى بين هذه الفصائل هناك صراع هذا ما نقلق منه لأنه سيؤدي إلى فشل هذه المفاوضات طيب يعني بناء على كلامك بالتأكيد هذه التبعية سوف تلعب دور في هذه المشاورات يعني كل دولة لها توجهة لها خلافاتها حتى مع الدولة الداعمة والشريكة في الأزمة في سوريا يعني نذكر ما قاله السيد الرئيس بشار الأسد في اللقاء التلفزيوني مع تلفزيون تي بي أس الياباني حيث قال أن السياسة الأمريكية غير واضحة حاليا فدونالد تراب هو من الرؤساء القلائل الذين أتوا إلى البلد الأبيض ليس من خلفية سياسية لم يشغل الحياة السياسية هل هذه الدول قد تعطل عن طريق هؤلاء المشاركين من الوفد المعارض في المشاورات في حال تم التعطيل لا سمح الله بالتأكيد إلى أين سوف تفضي هذه المشاورات؟ أعتقد بأن هذا ما يقلق الشرق الأوسط أو العالم العربي بشكل عام أو شكل خاص أن ترامب لا ينتمي إلى خلفية سياسية إنما هو تاجر أعمال سري حتى وزير خارجيته الآن كمان أيضا رجل نفط بامتياز السياسة الخارجية لأمريكا لم تتوضح بعد ولكن هناك قلق ترامب يصرح بأنه سيحارب داعش وهذا يعطي قلق بالنسبة للسعودية كون السعودية هي الراعي الأول في العالم للإرهاب وهي المنبع الرئيسي والأساسي للإرهاب وبنفس الوقت يحاول تدمير أو يحاول إعاقة الاتفاق النووي الإيراني أيضا يشكل قلق بالنسبة لمحور المقاومة الآن أمريكا أعتقد بأن السياسي لن تتغير خلال أشهر قليلة ربما تحتاج إلى عامان أو أكثر أو أقل ولكن خلال الأشهر الأولى لن يتغير شيء بالسياسة الأمريكية سيستمر دعم الإرهاب كما أن تركيا الآن تدعم الإرهاب ثم تذهب إلى المفاوضات يعني تركيا بيد تدعم الإرهاب وبيد تقول تريد حل لا يوجد حلول واضحة الآن على الساحة السورية إلا بوقف الإمداد بالسلاح والمال وتغيير الإعلام بشكل عام بالسعودية أو بتركيا مئات المحطات التي تبس الفتن وتبس الدعم للإرهابيين والمجموعات المسلحة لاستقطاب جنود أو لاستقطاب مقاتلين من أهن كافة أنحاء العالم والآن دراسة تقول بأن عدد الوافدين إلى سوريا للقتال إلى جانب داعش هم أكثرهم من الصين الآن نعم فإذن هذه المحطات لها تأثير على الاستقطاب إذن أهم الخطوات عندما نذهب إلى المفاوضات تركيا كطرف في هذه المفاوضات داعي لهذه المفاوضات مع روسيا وإيران أقل ما يمكن أن تركيا توقف الإعلام المحرد أو الإعلام الذي يدعم الإرهاب ثم تغلق حدودها وهذا أقل ما يمكن من المصداقية العمل في السياسة ومع ذلك الوافد السوري يؤكد على أنه لا وجود للدور التركي في هذه المباحثات كون هي داعمة للتنظيمات الإرهابية من جهة وأيضا هي تنتهك السيادة السورية الحكومة التركية دخلت في الحدود السورية في عمق 35 كيلو متر تقريبا باتجاه البقاء إذن التدخل أو الانتهاك التركي واضح للسيادة السورية وهذا مخالف لقانون الأمم المتحدة أو مجلس الأمن إذن المطلوب من تركيا هي الخروج خارج الحدود السورية وإغلاق حدودها ووقف الأمداد بالسلاح والمال وتحويل المال لأن الأموال تأتي من بنوق الخليج إلى البنوق التركية ثم إلى الداخل السوري وهذا ما يجب الاتفاق عليه ضمن مفاوضات أيضا مع الحكومة التركية لا يمنع أن يكون هناك مفاوضات مع الحكومة التركية في هذا الشأن إذا كان الأمر حقيقة ترغب تركيا في محاربة الإرهاب لأن تركيا بدأت تقلق أيضا من التواجد الإرهابي على أرضها يعني هناك حدود مفتوحة كبيرة والإرهابيين يخرجون ويدخلون بشكل واضح وهناك قلق أيضا بالنسبة للأتراك من الملف الكردي أيضا هناك قلق بشكل عام المنطقة تغلي من كافة الاتجاهات هناك قلق يطال كل الدول العربية الأردن مصر السعودية كل الدول هناك قلق من موضوع الإرهاب وبدأ يتغلغل في مراكز الدول وسنشهد حروب مستمرة في هذه الدول وسنشهد ثورات كما كانوا يدعون أنها ثورة في سوريا سنشهد ثورات في هذه الدول قريبة لا نتمنى أن يطالها الإرهاب كما طالنا ولكن هناك دائما الارتداد وحذر السيد الرئيس أن الإرهاب لن يبقى داخل الحدود السورية سينطلق إلى الخارج استاذ قصيرو سمحت لي بالسؤال عن موقف الغرب موقف الغرب المقصود فيه تحديدا الدول الأوروبية حتى أمريكا حتى نركز على موقف الدول الأوروبية بعد كل الهجمات الإرهابية التي ضربت نذكر الهجمات الإرهابية التي ضربت فرنسا الجريدة الساخرة شارلي إبدو إضافة إلى تفجيرات تفجير الإرهابي في فرنسا الموعظة لمن يتطعذ صحيح أستاذ قصير هل من الممكن أن يتطعذوا ويدخلوا في حل سياسي فعلا لوقف إطلاق النار القضاء على الإرهاب المتجذر في المنطقة العربية أعتقد أن الحكومة الحالية في فرنسا لن تغير موقفها باتجاه الإرهاب ولكن المرشحان الرئيسيان أو الأكثر حظاً ربما في النجاح بانتخابات الرئاسة في فرنسا صرحوا خلال الحملات الانتخابية الآن التي نلحظها صرحوا بأن العلاقات الفرنسية السعودية القطرية غير ناجحة وغير صحية وصفوها تماماً غير صحية ولا يمكن التعامل مع هاتان الدولتان لأنهما رأس الإرهاب في العالم وهم الممولين الرئيسيين للإرهاب هذه التصريحات المرشحين الآن ربما نعول على الحكومة القادمة ولكن هذه الحكومة قد غرقت في الوحل ولا يمكن أن تغير سياستها اتجاه الإرهاب ولو ضرب الإرهاب فرنسا هناك صديقي هناك تعامل ماد هناك رشاوة على مستوى رؤساء الدول هناك هدايا ثمينة طائرات ومليارات وفنادق وإلى آخره هناك تورط كامل حقيقة لهذه الأشخاص ربما نعول على الأشخاص القادمين إذا كانت تصريحاتهم وكانت حملاتهم الانتخابية هي ضد الإرهاب وضد السعودية وضد قطر على أنهم ليس ضدهم على أنهم دول يريدون العداء معها لا هناك تقارير استخباراتية موجودة في كل العالم أصبحت كل دول العالم تمتلك هذه التقارير على أن السعودية وقطر هم يدعمون الإرهاب بالمال والسلاح إذن وهناك كما قلنا شراء لبعض الدول العربية بالقرار وشراء لبعض الدول الأوروبية بالمال لذلك جايش كل هذه الجيوش اتجاه سوريا ولهذا نتوقع عرقلة من المتوقع الأوروبية وربما بدأت تبدو واضحة وعلى خلفية أيضا تقليل من قيمة هذا الأمر ترجمة نانسي قنقر